هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة وافضل ربح وعائد مادي العمرية لتصنيع متجارة الاعلاف مهمتنا نيوصلك باعلافنا في اي مكان داخل او خارج مصر بتوليفة متنوعة من اعلاف عالية الجودة مع متابعة دورية مستمرة لضمان اعلى جودة وافضل معدل تصافي ولان نجاحك هو نجاحنا الرحلة ما بتنتهيش والنجاح معاكم مستمر العمرية للاعلاف الجودة سر التميز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى مع خبرة تصل الى سبعين عاما هنا في مناحل الاصيل نهتم بادق التفاصيل بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في انتاج جميع منتجات النحل من خلال اكثر من الف خالية نحل وصولا لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بان يحمل اسم الاصيل الاصيل اصل العسل انوفاكس جمبورو بلاس نيو كاسل هو التحصين الافضل عالمية لحماية طيور من ثلاثة امراض فيروسية تصيب قطعان الدواجن الجمبورو النيو كاسل والمارك انوفاكس جمبورو بلاس نيو كاسل امن تماما بدون اي اعراض جانبية لا يتأثر بوجود المناعة الامية عند تحصين طيور باستخدام اينوفاكس جمبورو بلاس نيو كاسل في معمل التفريخ يحمي الطيور من الاضرار الناتجة عن الاصابة بالجمبورو النيو كاسل والمارك لفترة طويلة ويحسن اداء طيور في قطعان التسمين البياض والامهات الحماية في المعمل الامهات يتسعو بيووو باستعو باستخدام اصدقائع موسيقى ما استخدام اصدقائع كامل اي 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 اصدقائع كامل اي اصدقائع اي اصدقائع اشتركوا في القناة صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة ووصل حجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه وبيعمل فيها اكتر من 3 ملايين و 500 ألف شخص وانتاجنا من دواجن التسمين وصل لـ 1 و 4 من 10 مليار طائر و 13 مليار بيضاء اهتمام الدولة بصناعة الدواجن كلمة السر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بتنفيذ واقامة العديد من المشروعات الجديدة وكمان عملت على تيسير استيراد مدخلات الانتاج والسماح باقامة مشروعات الانتاج الداجيني على الاراضي السحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي والبعيد عن الكتلة السكنية والتوسع في ملح القروض بفائدة بسيطة للنهوض بالانتاج الداجيني وتحويل مزارع الدواجن من المفتوحة للمغلقة لزيادة الانتاج كل ذا ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الابيض كمان صناعة الدواجن الوطنية المحلية النهاردة وبعد سنوات طويلة بتتعافى من خلال اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية العديد من المنشآت المصرية الجديدة الخالية من انفلوانز الطيور خاصة تسمين دجاج ومجازر دواجن وده بيتيح للمنشآت الجديدة تصدير الخارج دواجن مجمدة ومبردة ومجزئات ومصنعات الدواجن ومنتجاتها وكمان بيض المائدة وبيض التفريخ كتكيت التسمين وكتكيت البيض موسيقى الدكتور مجدى حسن نائب رئيس الاتحاد العام لمنتج الدواجن رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للتبالج والتجاري الحر اي اف تي كبار المدورين في صناعة الدواجن اهلا بيك في فريق برنامج السمرة اهلا بيك وانا ليه الشرف ان نطلع مع حضرتك في البرنامج ودائما كده بالتوفيق ان شاء الله بإذن الله النهاردة صناعة الدواجن داعم رئيسي في توفير الامن الغذائي المصري الجراءات كتير النهاردة بتاخدها الحكومة عشان تطوير الصناعة احنا البداية هنطر مع حضرتك ضمننا على الانتاج بتاعنا ايه والله احنا عندنا طبعا شبه اكتفاء ذاتي بناء على القوى الشرائية بتاعت الناس يعني بس هي الفكرة انا ارضى فيه اولا اخبار كويسة جدا بالنسبة للصناعة احنا متفاعلين جدا بيها يعني ففيه توجهات رئيسية نتيجة لقاء معالي وزير الزراعة مع سيد رئيس الجمهورية وتم وزير الزراعة عرض عليه ثلاث مخترحات اساسية مخترحين اساسيين نمرة واحد انشاء اللجنة العليا وده مخترحة كويس جدا الحاجة التانية انشاء مركز الاوباء الحاجة التالتة اللي احنا قرينا الخبر مبارح اللي هو البورصة السلعية فالثلاث محاول الاساسية دي فعلا لو فعلت هتبقى مبشر للصناعة الدواجن بصفة جمدة جدا يعني ان شاء الله تمام النهاردة دكتور احنا بنتكلم عن ارتفاع اسعار البيض والدواجن نسمع من حضرتك بقى والحقيقة بس هو اسعار البده اللي رفعه انها اسعار التسمين اعتقد ما فيش مبلغة او يعني معقولة يعني بالنفس المعدلات تمام هي القصة طبعا بدل المعدة ان طبعا نتيجة الكورونا السنة اللي فاتت والضعف السياحة فالمعروض كان اكتر من القوة الشرائية فنتج عن كده ان الاسعار نزلت بشكل رهيب جدا وصلت الى 24 جنيه الطبق فطبعا مع هذه الاسعار قلم التكلفة فقدت الى الناس تقلص حجم انتاجها والشيء طبيعي اما بيقلص حجم انتاجك المعروض بيقل عن الطلب فالقانون الطبيعي بتاع السوق ان الاسعار تزيد تمام احنا كاتحاد النهاردة هنعمل يبقى في ارتفاع اسعار الدواجن او البيت احنا بنحاول الوقت ان ننظم الامور مع منتج البيت بحيث ان يرجع تاني لمعدلات قبل كده قبل الازمة الاخيرة في نفس الوقت الوقت ان احنا بنحاول نشوف قروض تجهيل لان في بعض الناس طبعا معندهاش المقدرة المالية انها تشتغل بطاقة كاملة زي الاول يعني ففي لقاءات مع البنك التنمية الاعتمال الزراعي بحيث ان هو يدي قروض تشغيل للمربئين تمام ده بالنسبة جروض تشغيل المربئين ولا تحويل المزارع المغلقة ممتوحة للمغلقة والحالة الموضوع عبارة عن جزئين جزء الاولاني اللي هو تحويل المفتوحة لمغلق الجزء التاني اللي هو التشغيل احنا كان تركزنا النهاردة مع البنك التنمية الاعتمال الزراعي على التشغيل بالنسبة لمزارع البيض لانه طبعا في مشكلة حدة في انتاج البيت تمام نتيجة المشكلة الحدة كنا مركزين على قروض التشغيل اوكاد السياسي النهاردة دكتور مهتم جدا بتطوير صناعة الدواج وعملت لجنة احنا اخبرنا ايه؟ والله احنا بنشكر معالي وزير الزراعة يعني الحيار المعالي وزير ما بتأخرش وبرضو ست النائب مصطفى الصياد والدكتور طرق سليمان رئيس القطاع الحيار اللي بيقدمه كل دعم يعني زي ما بيقول لها اقتراح اللجنة العليا ده اولا هنقدر ننظم الصناعة هي مشكلة صناعة الدواجن في مصر ان ملهاش نظام فبالتالي النهاردة مفيش اي صناعة من غير نظام فهدف اللجنة الاساسي هو تنظيم صناعة الدواجن لان النهاردة برضو في عشوائية يعني النهاردة انا ممكن اربي اتنين مليون اوم طيب انا ربيت اتنين مليون اوم بناء على اي بلك انا ربي مثلا مليون فرخ التسليم بناء على اي فلازم الاول ان احنا بنحط البيانات احتياجاتنا قد اي انتاجنا الحالي قد اي ونقارنه بالاحتياجات الفعلية ونشوف هل ممكن نزود او ان احنا نزبط الانتاج بحيث ما يبقاش فيه معروض قليل او معروض اكتر من الطلب وبالتالي نستخسر يعني فهدف اللجنة الاساسي اللي هو التنظيم كل دول العالم النهاردة حتى امريكا وكندا واوروبا ما بيسيبش اي صناعة كده بدون تنظيم فلازم يبقى فيه نظام معين بحيث ان احنا نضمن المعادلة السحرية ما بين المنتج والمستحرك لا عايزين المنتج يخسر ولا عايزين المستهلك يلاقي السلعة مبالغ في اسعارها فلازم التوازن ده فالحقيقة التوجهات السياسية زي ما بقول لحدك انشاء اللجنة العليا اللي هي اساسا اختاروا اللجنة هي التلات اتنينات وتم تعديل اسمها تبقى لجنة تطوير وتنمية صناعة الدواجن وهيضاف على عدويتها مربي من الصغار المربيين واحد من كبار المربيين والاتحاد ارسل اسمين منس احمد نبيل والاستاذ خالد حمسة كأعضاء من ضمن برضو الأعضاء الجداد فيه اربعة مفروض متخصصين اساس الصف جمع تربية دواجن اقتصاد دواجن تغذية وامراض فالقرار رئيس الوزراء معالي ودولة رئيس الوزراء ان وزير معالي وزير التعليم العالي هو اللي يبتدي يرشح اربعة فالاتحاد بعد الترشيح بتاعه الاثنين اعتقد وزير معالي وزير التعليم العالي بعد الاربعة وفي انتظار اول اجتماع تزامننا مع اللجنة العليا هيبقى مركز الاوبئة الحالة ده سبق يعني برضو يحسب لوزارة الزراعة انها خدت قرار بانشاء مركز الاوبئة لما حصلش قبل كده خالص دي خريطة وبئية دكتور صح؟ لا هي مركز الاوبئة هدفه الاول حاجة ترصد الاوبئة اللي في نفس الوقت بتعمل خريطة وبئية في نفس الوقت بتعمل خطط اللي انت تتحكم في هذه الاوبئة وإلى ان انت تتخلص منها ده بالنسبة للدواجن وبالنسبة للارج انامل وبالنسبة للكلاب والقطط وبالنسبة للأسماك يبقى مركز الاوبئة على غرار المعمول في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو ما يسمى CDC مركز الاوبئة فالحاجة ده سابقة يعني احنا يعني بصراحة نشكر القيادة السياسية بالرؤية بتاعتها دي والاتنين حي مكملين البعض اللجنة العليا مع مركز الاوبئة مع شركة البورصة السلعية التلاتة دول مع بعض كل واحد بيكمل الجزء الخاص به تمام النهاردة صغار المربيين بمسؤول اكتر من 75% من دائرة الانتاج تمام النهاردة حضرتها كخبير وكمطور في صناعة الدواجن احنا لو عملنا لجنة حكماء وقلنا مثلا الكيلو النهاردة هيكلف مثلا 15 جنيه ومكسب مثلا جنيه منعملش الكلام ده ليه ونضبط السوق ونحد من الحلقات الوسيط ما هي دي فلسفة البورصة السلعية البورصة السلعية زي التداول الأسهم بالزبط تبتدي بداية يوم التداول بتحط ما يسمى السعر العادل السعر العادل ده مفترض انه بيتحطه من قبل وزارة الزراعة بالتعامل مع الاتحاد فيبتدي السعر الصبح ان سعر كيلو التسمين كذا السعر طبق البيضة أو البيضة سعرها كذا وبتفتح التداول التداول بقى بيخش بيه لو انت على السوبر ماركت لو انت تاجر لو انت مزرعة بتعرض انتاجك او منتج بصفة عامة وبعدين بيتم التداول على طول اليوم لو السعر نزل عن السعر التداول البورصة بتوقف التعامل طبعا السعر العادل معادلة مش سهلة ولكن الهدف هيبقى زي ما قلت انا بالكده التوازن ما بين المنتج والحفاظ عليه والمستهلك والحفاظ عليه فهي دي هتحل مشكلة الاسعار بشكل ان شاء الله كويس قوي النهاردة دكتور احنا اتكلمنا كتير عن تطبيق قانون سبعين لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية احنا المفروض قليتنا ايه الفترة اللي جاية والمفروض القانون ده يتطبق ازاي وفوايد ايه هو اولا القانون مفيش منع تداول هو تنظيم تداول وهو القانون نزل لظروف معينة ايام ما كان فيه وباء لالفرنزا الطيور الوضع النهاردة ما عادش الفرنزا الطيور تمثل اي مشكلة وده فضل المجود الناس وفضل ربنا اولا واخيرا فاصبح النهاردة موضوع تنظيم التداول محتاج فترة دراسة تانية وفترة تمهيد او اوضاع يعني من يعني انت لازم تحط لها خمسة لعشرة سنين لان فيه فيه معوقات كتيرة نمر واحد تمانين في المية او خمسة وسببين في المية من منتج التسمين مرب زغير طيب المرب الزغير ده النهاردة بيبقى واخد كتكوت اجل بياخد العلاف اجل الادوية اجل ومنتظر بعد نهاية الدورة ان حد يتفعله تمان الفراخ ويبتدي يسد اللي عليه طيب مين النهاردة هيقوم بهذا الدور اللي بيقام بالنهاردة الدور التجار اللي بياخدوا الفراخ من المربي وبينقلها للاسواق فدي دي الدرس في نفس الوقت النهاردة التوزيع الجغرافي للمزارع غير متوازي مع التوزيع الجغرافي للمجازر فاضطر كده كده ان انت هتنقل الفراخ من اماكنها البعيدة للمجازر في نفس الوقت طيب المجازر خدت الفراخ من المربيين هتوديها فين وبعدين مين هيدفع للمربي تمن الفراخ اللي هوردها للمجزر في نفس الوقت ان انت محلات التداول الحي محتاجة برضو انت تستطيع تقفلها لازم تدي لناس دي فرصة يوفق اوضاعه حسب البلان فالموضوع الحقيقي يعني محتاج وقت اكتر وبعدين في نفس الاهم من ده كله ان ما زال زوء المستهلك المصري بنسبة كبيرة جدا يميل للفراخ الحي عن الفراخ المجمدة ممكن الاوضاع في القاهرة واسكندرية يمكن الى حد معين في ميول اكتر لزوء المستهلك ان هو ياخد فرخة كاملة مبردة او مجمدة انما في الريف وانحن كلنا اساسنا من الريف الفرخة الحية هي الاساس تماما فالموضوع محتاج دراسة جمد طيب احنا النهاردة لو تكلمنا عن مش هقول قرارات هقول نتاج اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام المنتجي الدواجن اللي كان امس اهم الاجتماع ده كان فيه يا دكتور احنا مبارح كان الاجتماع في شعبتين من شعب الاتحاد المنتجي الدواجن لها شعبة امهات بيض المائدة وشعبة انتاج منتجي بيض المائدة كان الهدف ان طبعا النهاردة اصبح كتكوت عليه طلب جامد وسعر وصل ل 15 و 16 جنيه فلازم نقعد المنتجين مع شركات الامهات عشان يحصل فيه تنسيق بينهم ومتبقاش فيه نوع من عدم توفر الكتكوت بشكل او اخر وابتدي يعلى سعره لانا لو عليت الكتكوت معناها ان انا متخم من مدخلات المنتج البيض هتزيد على رغم طبعا تجد بمثل اي حاجة ولكن برضو عنصر تكلفة ناخد من فكان الهدف التنسيق ما بين الشركات والمنتجين وبرضو هدفه ان احنا نحاول نرجع الطاقة الانتاجية البيض المعدة الى المعدلات الطبيعية بالنسبة احنا محتاجين شركة تسويق تابع الاتحاد العالم وتجد واجب ومحتاجين برضو منافذ علشان نضخ المنتج بتاعنا ونساعد الدولة برضو في غرح منتج كويس زوجودة عليها وبسعر كويس نعمل ايه والله احنا طبعا انتعرف حقيقة زيادة الاسعار البيض الاخيرة طبعا حصل ضغط اعلامي على الموضوع دوت فابتدى الاتحاد يقدم مبادرة كان الحياة المنص محمود العنية رئيس الاتحاد بالتنصيق مع وزارة الزراعة وزارة التومين فالاتحاد يبدأ عمل مبادرة انه هينزل البيض بسعر المزرعة للمنافذ الخاصة بالشرق القبضة او بامان والنهاردة تم اول نزول كميات بيت في المنافذ ديت والسعر يبقى في حدوث 46 جنيه للطبع طبعا ممكن المنافذ تزود مثلا 2-3 جنيه على البتاع بس في الاخر هيبقى السعر قل من المعروض في السوبر ماركت وكذا فدي البداية اللي احنا نحاول نهدي شوية الاسعار في نفس الوقت اما نرجع معدلات الانتاج للمعدلات الطبيعية دي برضو هتساعد في ان الاسعار مش هحصل لها قفزات مزعجة تمام احنا الوقت يا دكتور عندنا قاعدة بيانات بالنسبة لانتاج الدواجين في مصر والله احنا مشكلتنا في مصر بصفة عامة وفي صناعة الدواجين احنا ما عندناش بيانات نقدر نعول عليها بشكل دقيق مع الرغم ان الوزارة الزراع امت بمجود ضخم جدا وعمل اتحصر لكل المنشآت الداجين على مستوى جمهورية مصر العربية بس المنشآت الداجين النقصها استكمال حاجة تانية بقى الجوة المنشآت دي فراخ اعمار ها بحيث ان انا اقدر على مدار 365 يوم اقول والله ان العرض هطلع فراخ كذا عدد كذا الاسبوع الجاي كذا وهكذا فدي النقص ودي دور اللجنة العليا لان النهار ده مصدر الكاتاكيت سبع شركات جدود فنبتدي النهار ده شركات الجدود تدينا معلومات كل يوم هو باع امهات لمين وفين والمفروض يبقى سعر موحدة الدكتور النهار ده انا الكاتاكوت النهار ده السوق ممكن يبقى بجنيه ونص وبعد ده كده ممكن يبقى 15 أو 16 جنيه ما دي سببها ان ما فيش تنظيم زي ما بقول لحضراتك الناس كلها ممكن تدخل دورات مع بعض يعني مرب الامهات بيقول لك والله دورة رمضان دي السعر فيها كاتكوت هيبقى كويس وكده تدد الناس كلها تدخل دورات في امهات التسمين في وقت واحد لا احنا عايزين على مدار الـ 52 اسبوع يبقى فيه انتظام في عدد الامهات والانتاج مع مراعاة المواسم يعني الموضوع رمضان ده المفروض انا اجهز لقبلها باربع شهور على العل بحيس ان انا اضمن للمربين ما حصلش فيه زيادة في اسعار الكاتكيت في نفس الوقت الدورة اللي هي دايما تواجه العيد الكبير للعيد الاضحى اللي بيحصل احجام المربين عن شراء كاتكيت فتبص لقى الاسعار بتنزل نزول رهيب جدا وبتدي مربي الامهات او بيخسر يعني فانت لازم تنظم فهي مشكلتنا النهاردة ان لازم نقعد كلنا مع بعض وننظم احنا النهاردة محدش شايف التاني انا كمربي امهات مش شايف زميلي مرب الامهات ولا شايف مرب التسمين مصانع العلف مش شايفانا كلنا فالهدف النهاردة اللجنة التنظيم 75% لـ 80% مربين زغيرين زي النهاردة احنا نقدر نسيطر على سوق العلاف السعر للبورسة العالمية قلت عن سعر الزراعة التعقدية الوضع بحقيقة الخدمات المطرية بتنزل النهاردة بتفتش على مراكز بيع الأدوية واللقاحات الخدمات البطارية وزارة زراعة سوق الدولة الامرات تتفتح بالنسبة للمنتجات الداجنة سواء كاتكيت أو بيت فنقدر نصدر فيها وده برضو موجود مشكور هذا البرنامج برعاية مع بداية كل يوم جديد بتبدأ رحلة نجاح الدقة الجودة والإتقان مع العمرية للأعلاف أفضل خمات نباتية طبيعية أعلى معدلات تحويل وأفضل ربح وعائد مادي العمرية لتصنيع متجارة الأعلاف مهمتنا نوصلك بأعلافنا في أي مكان داخل أو خارج مصر بتوليفة متنوعة من أعلاف عائلية الجودة مع متابعة دورية مستمرة لضمان أعلى جودة وأفضل معدل تصافي ولأن نجاحك هو نجاحنا الرحلة ما بتنتهيش والنجاح معاكم مستمر العمرية للأعلاف الجودة سر التميز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع خبرة تصل إلى سبعين عاماً هنا في مناحل الأصيل نهتم بأدق التفاصيل بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من ألف خالية نحل وصولاً لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل الأصيل أصل العسل إينوفاكس جنبورو بلاس نيو كاسل هو التحصين الأفضل عالمي لحماية طيور من ثلاثة أمراض فيروسية تصيب قطعان الدواجن الجنبورو النيو كاسل والمارك إينوفاكس جنبورو بلاس نيو كاسل آمن تماماً بدون أي أعراض جانبية لا يتأثر بوجود المناعة الأمية عند تحصين طيور باستخدام إينوفاكس جنبورو بلاس نيو كاسل في معمل التفريخ يحمي الطيور من الأضرار الناتجة عن الإصابة بالجنبورو النيو كاسل والمارك لفترة طويلة ويحسن أداء طيور في قطعان التسمين البياض والأمهات الحماية في المعمل يعني إينوفال ترجمة نانسي قنقر